اقليم كردستان هو الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ اواخر فترة حكم صدام حسين اعلن عن تنظيم استفتاء شعبي حول الاستقلال في الخامس والعشرين من ايدول سبتمبر القادم رغم معارضة بغداد وبعض الدول الاقليمية التي تحافظ على مصالح في البلاد وسيجري الاستفتاء في مناطق الاقليم الكردستاني بل اضافة الى المناطق المتنازع عليها وسيصوت السكان بنعم او لا حول قبولهم بالاستقلال عن جمهورية العراق اعتقد طوال اكثر من ثلاثة شهر توصل الى قرار بانه قضية الاستفتاء اصبحت قضية جوهرية يعني تتناسب مع قضية المرحلة على الرغم ما فيهم مخاطر وممكن ان تأثيرات سلبية ممكن يضرر الاقليم من عدة نوع هل اكمنا على ذلك يعني هو يمارس ويباشر حق تقريب مصيرة اعتقد الاقليم يعني بات قرارة في الموضوع الاقليم هي كل المناطق المستقطعة زائد ان الاقليم كردستان الحالي فيما تترتب اشكالات ومسائل عالقة حول الاستقلال وما بعده تتعلق ببقاء المواطنين العراقيين العرب المقيمين منذ سنوات في اراضي الاقليم وحسم ملف الشريط الحدودي لكردستان وشكل العلاقات الدولية والاقليمية مع الدولة الجديدة لكردستان في الحقيقة قيام الحكومة اقليم كردستان او قيام شعب كردستان بالاجراء استفتاء هذا لا يعني وان حصل على الاصوات هذا لا يعني بان الاقليم كردستان سوف ينال استقلاله انما هو اجراء دستوري اجراء قانوني سياسي سلمي معترف به دوليا الخطوة التي تأتي بعد الاستفتاء هي قيام حكومة اقليم كردستان او رئاسة اقليم كردستان او القيادة السياسية في اقليم كردستان بتشكيل لجان تفاوضية دبلوماسية سياسية لغرض التفاوض والتباحث عن هذا الموضوع مع حكومة العراقية ومع حكومات على مستوى الدول الاقليم وايضا ربما مع الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي فيما شكل الاقليم لجنة عليا برئاسة رئيس الاقليم مسعود برزاني وممثلي الاطراف الكردستانية الاخرى لإكمال اجراءات الاستفتاء المزمع اجراؤها في سبتمبر ايلول القادم واخيرا سيجرى الاستفتاء الذي طال انتظاره استفتاء اقليم كردستان كدولة منفصلة عن العراق ولكن ماذا بشأن المناطق المتنازع عليها وماذا بشأن العلاقات الدولية من اربيل عبيد الشريف